اهلا وسهلا بكم مرة اخرى اعزائي الكرام في الحلقات الماضية كنا قدمنا ولا زلنا سلسلة من الدراسات حول اصول القرآن ومعرفة الرسول محمد بالكتابة والقراءة وفي ظل نفس الدراسة وصلتنا تعليقات من بعض المهتمين بما اقدم في هذه الحلقات اذكر منها تعليقا جاء بعد نشر الحلقة 120 بعنوان اشكالية التنقيط في القرآن وبالضبط حول القراءات المختلفة وتغيير المعنى للآيات التي تتضمن هذه الاختلافات يقول صاحبنا في تعليقه والآن لنعرض ما قدمته أنت يا أستاذ في هذه الحلقة من أمتلة لنرى أن آيات الله المحكمة سوف تفضح تزوير المشايخ وتبين الكتاب المنزل وقراءته الواحدة ورسمه الواحد على لسان قريش في سورة آل عمران جاءت قراءة الآية 146 ورسمها في الكتاب المنزل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير جاء رسمها قتل وجاءت قراءتها قاتل بينما جاءت في القراءة المزورة من قبل المشايخ في ورش يقصد طبعا رواية ورش عن نافع رسم قاتلة وقراءتها قتلة فيبدو أن الأستاذ نسي بأن سياق آيات المحكمات للآية هو لحفظ الكتاب من التزوير وعلى كل حال سوف نكمل سياق الآية حتى يتبين للأستاذ أي يخاطبني أن الذين يصبرون هم من يبقون على قيد الحياة وليس زملائهم الذين قتلوا في المعركة لنعرض سياق الآية فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين فعند كل معركة وقتال هناك خسائر يتكبدها طرف دون الآخر تكون صادمة له من خسائر مادية وبشرية في صفوفهم فالذين يكونون على قيد الحياة هم من يصبروا لما أصابهم من خسائر مادية وبشرية في سبيل الله ولا يهنوا ولا يضعفوا ولا يستكينوا ويصبروا على ما أصابهم في سبيل الله وليس من قتلوا في المعركة يا أستاذ فكلمة قاتلة هي الصحيحة وليست قتلة انتهى الاقتباس سيد الكريم عندما قدمت هذه القراءات فقط من أجل التنبيه على ما وجد كمعضلة لرسم المصحف الذي كان خاليا من التنقيط والتشكيل والهمز وألف المد وهذه المعضلة الأخيرة وهي غياب ألف المد ليست فقط في طباعة رسم المصاحف التي بين أيدينا بقراءات مختلفة وإنما كذلك موجودة في رسم مخطوطات القرآن القديمة وكما تفضلت فالكلمة في رسم قاتلة بدون ألف المد وبالتالي فالقراءتان حسب رأيي مقبولتان من ناحية السياق فأنت قدمت سياق قاتلة بمعنى أتباع هؤلاء الأنبياء من بقي على قيد الحياة أثناء المعركة وصفهم النص بأنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله بعد ذلك بمعنى أنهم لم يستشهدوا في هذه الحروب لكن من يقرأ بقراءة ورش عن نافع كما نحن عندنا في المغرب التي قلت عنها مزورة وغير صحيحة فالسياق يا سيدي يتحدث عن النبيين الذين قتلوا في سبيل الله كالمسيح عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا بين قوسين يحنى المعمدان وغيرهما وليس عن أتباعهم لأن هؤلاء الأنبياء نالوا الشهادة وهي أعظم درجة من الصابرين يا أستاذ وقد أشار القرآن لهؤلاء الأنبياء والرسل في بعض الآيات منها سورة البقرة الآية 61 ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وكذلك الآية 87 ثم الآية 21 في سورة آل عمران ويقتلون النبيين بغير حق إذن قراءة واشع النافع ليست خاطئة حسب سياق النص يا أستاذ والتي يتعبد بها جمهور عريض من المسلمين من أهل شمال أفريقيا والسودان ما أود تقديمه من خلال هذه الأمثلة ليست طعن في جهاد شيوخ الإسلام كما فعلت وإنما التنبيه لأس الإشكال وهو بداية ظهور الخط العربي أثناء تدوين ونسخ القرآن في القرن السابع الميلادي وما خلفه من تأثير على النص الأصلي للقرآن من ظهور قراءات مختلفة عديدة وصلت إلى 1459 طريقة ورواية وقراءة في عصر أبو القاسم الهدلي حددها الإمام البنى الدمياطي بـ 14 قراءة صحيحة في القرن الثاني عشر الهجري فقبل أن تتسرع يا أستاذ في تعليقك حاول أن تفهم الموضوع في الحلقة ربما عدم فهمك للإشكال الذي أطرحه كان سببه عدم قدراتي على التبليغ وها أنا أحاول مرة أخرى إعادة الموضوع بطريقة أخرى أتمنى أن أنجح هذه المرة دعنا من إشكالية غياب ألف المد في رسم المصحف والأمثلة التي قدمتها بين القراءات المختلفة كرواية حفص عن عاصم ونظيرتها ورش عن نافع يمكن تقديم العديد من إشكاليات القراءات بحسب علم الفيلولوجيا بعيدا عن التقليد الإسلامي فما تعلمته من خلال هذه المادة العلمية من الدكتور كريستوف ليكسنبرغ يفيد أن الإشكال أعظم وأوسع مما جاء به الموروط الإسلامي على سبيل المثال الحصر عندما ننظر للآية 71 من صورة البقرة التي تتحدث عن لسان موسى لبني إسرائيل في وصف البقرة التي تقدم كذبيح التطهير من النجاسة تقول الآية قال إنه يقول إنها بقرة لا دلول تثير الأرض ولا تسقي الحرطة مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فدبحوها وما كادوا يفعلون ثم يتبعها القرآن بالحديث عن دبيحة فدية لقاتل مجهول في الآيتين 72 و73 وفي نفس الوقت هي دبيحة تطهير لشيوخ أقرب قرية وجدت فيها الجدة وهذا الموضوع موضوع آخر نجده في بداية صورة عفوا سفر التثنية الآية 21 ويمكن الحديث عنه في حلقة خاصة نعود للآية 71 فالكلمة شية كلمة يتيمة جاءت مرة واحدة في القرآن اختلف المفسرون فيها أو فيما معناها بمعنى لا لون فيها يخالف لون جلدها ومنهم من حدد اللون المخالف باللون الأبيض أي لا بياض فيها وهناك من أضاف ولا سواد وكل هذه التأويلات تشير للون رغم أن الآية صريحة في الآية التي قبلها حيث تقول قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصر الناظرين ولمعرفة الكلمة بين قوسين شيئته يجب العودة إلى أصلها في التوراة حيث نجد وصف البقرة في صفر العدد إصحاح 19 العدد 2-3 يقول النص هذه فريدة شريعة التي أمر بها الرب قائلا كلم بني إسرائيل أن يأخذ إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعلو عليها نير فتعطونها لألعازر الكاهن فتخرج إلى خارج المحلة وتذبح قدامه هذه البقرة لم يعلو عليها نير أي لا دلول تثير الأرض ولا تسقي الحرطة بمعنى لم تستخدم في الحرط والسقي وكلمة مسلمة أي صحيحة كما جاء في التوراة بقيت كلمة شيئته بين قوسين في الأصل قبل التنقيط سين نبرها تقرأ شباهن جمع شبهة والشبهة في الشرع ما التبس أمره فلا يدرى حلال هو أم حرام وحق هو أم باطل وما يؤكد هذا المعنى الآية التي جاءت قبلها تقول قالوا أدعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون عند عبارة تشابه علينا فتصبح الآية قال إنه يقول إنها بقرة لا دلول تثير الأرض ولا تسقي الحرطة مسلمة لا شبه فيها قالوا الآن جئت بالحق فدبحوها وما كادوا يفعلون نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة فكونوا معنا ترجمة نانسي قنقر